نقشت لجنة حكمات تقنية المعلومات والاتصالات خلال اجتماعها الخامس والاربعين سياسة البيانات المفتوحة التي تهدف لتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة وتسلط الضوء على الالتزام بإتاحة البيانات الحكومية وتسهيل استخدامها من قبل مختلف القطاعات لتشجيع الابتكار والابداع وقد تم إعداد هذه السياسة بناء على المعايير وأفضل الممارسات المتعلقة بمؤشر الأمم المتحدة لجهزية الحكومة الإلكترونية وفي إطار قوانين مملكة البحرين المرتبطة بهذا الشأن كقانون حماية معلومات ووثائق الدولة وقانون حماية البيانات الشخصية كما نقشت اللجنة في الاجتماع عددا من المشاريع الاستراتيجية وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية التي بلغت تكلفتها التقديرية حوالي ثلاثة ملايين ونصف مليون دينار بحريني فضلا عن مناقشة مجموعة من المشاريع وطلبات الشراء المتعلقة بتحصين أنظمة الشبكات والبنية التحتية وتحديث تراخيص الدعم والصيانة في عدد من الجهات الحكومية